وينضم لي من جدة حاتم الكاملي المستشار في التسويق الرقمي والمشاريع الرقمية هياك الله يا حبيبنا يا حاتم أهلاً وسهلاً أخوي حاتم يعني الآن من أول كنا 140 حرف وبلشانين الآن يا أخي زادت الحروف وشل له وش الدبرة؟ إيجابية ولا سلبية؟ كويس إنها وقفت على 280 لأن الكلام قبل فترة كانت على 10 ألاف حرف وبعد كده تغير الموضوع على ألف حرف والآن وصلوا لنقطة وسط وصار الموضوع على 280 حرف أيوة يعني كانوا بيوصلوا لعشر ألاف بالضبط زي أي شبكة اجتماعية أخرى الآن لينكدين أو شبكة فيسبوك أو أي شبكة زي كمان أيضاً إنستجرام النصوص غير محدودة بعدد معين فلكن تويتر أصلاً بدايته منذ تأسيسه 2006 كان يبدأ كمية وستين حرف أصلاً وعشرين حرف محذوفة منها بمقابل مثلاً اسم المستخدم أو الروابط القصيرة و140 حرف للمستخدم العادي فالآن حلوا المشكلة هذه ووجدوا أن 280 حرف تكون مناسبة طيب أخي حاتم تويتر قبل فترة قالوا أنهم يعني بيتم بيعه اليوم قاعد يختبر خطوة جديدة هل هذه من صالحة أم لا بتكون سلبية على تويتر والله ما نقدر نتنبأ بما سيحصل لكن تويتر هو يعاني مالياً حتى يعاني في جانب نموذج العمل الخاص فيه لو تقارن مثلاً بشبكة زي فيسبوك الآن فيسبوك عدد مستخدمين واثنين مليار مستخدم إراداته في السنة الماضية مئة مليار ريال سعودي بينما تويتر حصة السوقية من السوق الإعلان الرقمي ما تزيد عن واحد في المئة ومستخدمينه تقريباً 320 مليون مستخدم الآن مثلاً بالأمس أعلنت الانستجرام التي تأسست بعد تويتر بأربع سنوات أن عدد مستخدمينها الناشطين وصلوا إلى 800 مليون بينما تويتر ما زال إلى 320 فقضية البيع والشراء والاستحواذ عليه من شركات زي سيلس فورس أو شركة جوجل هذه فيها أخذ وعطة وفيها شائعات كثير جداً طيب أنتو عندكم في الشركة اللي تشغلون فيها لوسيديا في كلام كثير عن الهاشتاغات اللي كانت أمس بعد قيادة المرأة قرار قيادة المرأة للسيارة أنت عطيتنا بعض الأشياء الحصرية لنا فيريتك تعطينا إياها بعض الأرقم نعم عطيناه عملنا تحليل سريع خلال 12 ساعة الماضية الـ 12 ساعة الخاصة بإطلاق القرار التاريخي في السعودية قرار قيادة المرأة للسيارة تقريباً في 12 ساعة حدود 460 ألف تغريدة في الهاشتاغات الرئيسية اللي هو هاشتاغ الملك ينتصل لقيادة المرأة والسماح لقيادة المرأة إضافة لأنه تقريباً ما يقارب 129 ألف مغرد 56% كانوا منهم رجال اللغة العربية كانت هي اللغة الرئيسية بنسبة 97% وفيه 400 أربع مليار تقريباً مشاهدة لهذا الموضوع مشاهدة متكررة طيب أخوي حاتم فيه تقارير كثيرة نحن نبغاها منك فلا تبعد عنه خليك قريب دائم هذا أفضل كبير جداً صراحة في السعودية طيب أخوي حاتم الكامل المستشار في تسويق الرقمي شكراً جزيلاً لك ويعطيك العافية أنا دائم أحتاجك لأنه كثير عندنا هاشتاغات شكراً لك